احنا النهاردة كان فيش يعني شوية تغيرات في التشكيل فيتوريا بالاربعة تلاتة تلاتة اختار النهاردة ان هو يبدأ بمروان عطيه نمر ستة كان لعيب ارتكاز اختار ان هو يبدأ بفتوح مكان محمد حمدي وزيزه بقديلا طبعا لمحمد صلاح المصاب هل فرأي حضرتك ان ده التشكيل الانسب لماطش النهاردة بالنسبة لنا اه طبعا يعني كل المتابع المنتخب في الفترة اللي فاتت كان بينادي ان فتوح يبقى موجود ويبقى محمد هاني موجود والتشكيلة تبقى بيلعب بهاف رايت وهف ليفت واحد هف دفندر ثابت اللي هو مروان مروان كان كويس جدا النهاردة وامام كويس زيزه هو البديل اعتقد البديل الانسب بالنسبة لمحمد صلاح لكن انا عايز اقول الحاجة اميدو ان هو البداية كان واضح ان فيه تعليمات على حاجات على تاكتكس معين من منتخب مصر ان هو يلعب برغم ان كاب فيردي كان بيلعب فيه تغييرات في التشكيل في سبع نقصين يعني تقريبا نص الفريق مريحه انما هما فرقة كويسة جدا بيلعبوا كرة كويسة وتحولات وبمسيقوا كرة في نص الملعب فكان نقطة التحول بالنسبة لنا ان هو كان الشيب تلاتة في نص الملعب انما كان بيزق واحد من التمانيتين اللي هو حمدي فتحي على رقم ستة اللي هو بتاع كاب فيردي فكان بيعمل مساحة والمساحة دي جي منها الجون الأولاني منتخب مصر انما كان فيه تعليمات ان فيه شوتينج واضح ان كان فيه من البداية حوالي 12 او 11 تصويبة فيه شغل بيتعمل واللعيبة عايزة حايل لعيبة النهاردة نهاردة ماتش يعني برغم الظروف اللي 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 تحطت فيها الادارية اللي انت اتكلمت فيها وظروف كلام محمد صرح مياشي هيقعد كان فيه حصل لابس فده شتت تركيز اللعيبة داخل الملعب لكن جوه الملعب النهاردة قتلوا الاخر دقيقة وحتى بعد السيناريو العجيب اللي حصل في اخر دقيقة وان ربنا كافئهم بالتعادل ان احنا نطلع تاني مجموعة لما موزنبيكة عادلت معها فاعتقد ان احنا عندنا حاجات كتير نقصة لان عيب منتخب مصر وعيب فرقة مصر يخش فيها ست جوان في ثلاث مبارات ودي حاجة صعبة جدا لان عندنا مشاكل دفاعية المشاكل دي اتمنى انها تتلافى في الفترة اللي جاية تتلافى عن طريق التشكيل عن طريق تثبيت الطريقة عن طريق الانسب اللي هي موجود جوه الملعب مع الاحتفاظ بالروح المعنوية اللي لعبت بها العيبة من اول دي الاخر دي